يا مسائل ورد والفل والياسمين خبر حلو وخبر برضو ما يسعدنيش قوي يعني هو يسعدني وما يسعدنيش انه هيتم التضحية بمصطفى مبلولي هيخدو كبش فدة طبعا لان الاعلام انا شايفه سخنان قوي على مصطفى مبلولي وعمال سخن قوي عليه وعمال يهجمه انت منجحتش في المشاريع انت البلد فشلت ان مش عارف الكهربا الغاز ونزلين سلخ فيه وهم كلهم عارفين انه ملوش اي حاجة ده هو مجرد كلب اللي يعمل بيهز دايما راسه كده للرئيس بس استيسي يقول ايه عمل كذا؟ يعمل كده متعملش كذا؟ حاضر بس ملوش اي حاجة بس ما يقدروش يهجمه استيسي فيعمله ايه؟ يهجمه بقى البردع زي يقولك مقدرش على الحمار بيقدر على البردع يروح جايين مهاجمين بقى البردع بتعمله الكلب اللي هو بتاعه بكد ويروحهم جايين هيضحوا بيه قريب جدا ويقروا في ستين ده هي قريب هو ويه بس عادي يعني يقروا في ستين ده هي المشكلة كده اتحلت يعني لو غار في ستين ده هي هو كل الوزراء كده المشكلة اتحلت متحلتش لان الوزراء كلهم مجلس الوزراء كله كلهم مجرد عراس ماريونات كلهم مجرد انهم ولا اي حاجة مجرد ان هو حتى مش سكرتاريا السكرتير حتى بيقول رأيه وبياخد قرار بتاعه مش عارف ايه يعني اقلب كتير من السكرتاريا يعني هو مجرد ان هو بس ايه بيهز بكلهم بيهز راسه كده اعمل اعمل سوي سوي حتى القهربة اللي بتقطع دي موش من وزارة الكهربا وزارة الكهربا بالنحش علاقه خالص ولا وزارة البترول اللي هي علاقه بالموضوع نهائي بتبه هو السيسي اللي امر افصله القهربة عن الناس علشان هو فرغز تجي لد وزارة الكهربا بتعميل ايه تنظم عملية ق الطع الكهربا بس هي بتنفذ قیرات السيسي بتقند تقوللك مبسلا المنطقة ده تقطع ساعة طلاع 30 ساعات تقاح مثلا بالنسبة لنما بالنسبة للحكومة et بالنسبة للسيسي الناس المصريين كلهم شوية جربيع بس جربيع بدرجات يعني زي ايه جربيع بدرجات ซراء الله ا tester يعني تلاقي المناطقة بتاعة زبات الشرطة المناطق بتاعة الزبات يعني ينا عارفين عمارات الزبات في مناطق الزبات ومناطق AUCO دي مفيش حاجة بتقطع فيها فيش كهراء بتقطع فيها هناك حتى المناطق السكنية بتاعتهم وتقطعش فيها والمناطق الخمس نجوم مش عارف مراسي والصحل الشمالي ومش عارف ايه والعلمين ومارينة مفيش حاج الكلام ده مفيش الكهربة هناك بتتقطع دول بالنسبة للسيسي ومشوية جربيع بس ايه لا نضاف شوية فلا مفيش حاجة عندهم بسمها الكهربة بتتقطع تبصت لها تنزل بقى تحت شوية تبصت لها منطقة زي 6 اكتوبر منطقة زي مصر الجديدة منطقة زي مدينة ناصر لا تبصت لها الكهربة تتقطع بس ايه ممكن ايه ساعة في اليوم كل يومين تتقطع لها ساعة مثلا حاجة زي كده يقطعوا لهم يوم ويريحوهم يوم حاجة كده تنزل لتحت شوية تلاقي الاحياء الاقل شوية لا تتقطع لها بالساعة ساعتين في اليوم تنزل بقى للكورة بقى وللصعيد ومعرفش ايه لا ممكن تتقطع من الخمس ستة ساعة في اليوم ادي الناس درجات او جربيع بدرجات فانتو بالنسبة لليه الحكوم على حسب سب اسمها ايه المساكن بتاعته الزباط الشرطة او زي زباط الجيش سب المساكن وراح سكن مع اهل وفي الفلاحين هتبصت الكهربة تقطع عنه انت ايه اللي خلاك تتعيش مع الجربيع دول طب احنا عامل لك مدينة خاصة بيك انت كزباط ما بتقطعش عنها الكهربة طب انت شعيس جربيع تقطع عندك ارجع للمدينة الزباط طب انت اضرب لكه ده عظيم سلام طب انت ترجع بقى مع الناس في القرى ولا في الارياف ولا في مدن صغيرة وبتاع هي تقطع الكهربة عادي جدا فبالتالي الناس هنا درجات على حسب المنطقة اللي انت ساكن فيها فالعنصرية حتى موجودة في قطع الكهربة دي اسمها عنصرية دي اسمها عنصرية طبعا مفروض مش من حقوم يقطعوا كهربة بس حتى لو يبقى في قطع كهربة وتخفيف احمال طب يعام يخف احمال على الناس كلها طب خلاص ساعة 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 لا بس يقول لك لا الناس هنا وانت تساوي دب ده تتساوي اللي اللي العايش في القرية زي اللي عايش مثلا في السحل الشمالي لا باشا دول شوات جربيع فبالتالي هنا فيه العنصرية بتتعامل حتى في قطع الكهربة فبلد بتكرس بتعش العنصرية بتعش دي اسمها عنصرية فربنا معاكم وربنا مع المصريين ونتمنى والله ان المصريين يتحركوا في اقرب وقت ولكن أنا مش بدايع أي حاجة كل حكاية أنا أتمنى لكم الخير أو أتمنى أنكم تتحركوا لنصرة بلدكم ولتحرير بلدكم نشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله